كابتن سعد يعني فوز وفي داخلنا غصة يعني الفرحة لم تكتمل رغم انه احنا حصلنا على ثلاث نقاط لكن هذا الاداء مقلق كابتن سعد بالبداع باسم الله الرحمن الرحمن تعالى لك مرادة سيد محمد اكيد فوز معنوي ثلاث نقاط فقط يعني مبارك المنتخب ثلاث نقاط خلتنا في وصافة المجموعة يعني هل يبقى ايمن المنقذ الوحيد للمنتخب العراقي بالمباراة القادمة احنا الان خلاص نقول مباراة حصلنا بثلاث نقاط وداما نتكلم من قول ثلاث نقاط تكون مهمة جدا بعض الهاتف على حساب المستوى لكن المباراة القادمة يعني الان انت بعد المنتخب الكوري بسبع نقاط كوري سبع نقاط انت سبع نقاط فارق الهداف ستة بث اثنين المنتخب الاردني ثلاث نقاط اربع نقاط العماني ثلاث نقاط انت المباراة القادمة مباراة صعبة سيد محمد يعني تلعب امام المنتخب الكوري هزم اليوم المنتخب الأردني في عمان يعني راح تلاقي من المنتخب عده حلول كثيرة يختلف عن المنتخب الفلسطيني عده نوعية لاعبين يعني لو ما شاهدنا الأسماء الكبيرة اللي مجدد من المنتخب ما شاهدناها ما عدنا حلول يعني الكرات اللي صارت هاي ضربة الرئيس اللي جلال كان بالمكان المناسب كان المباراة راح تقلل نتيجة الواحد كل لكن نقول ثلاث نقاط مهمة هاي دور المجموعات في كلاس العالم عليك من التجمع لكن لا ننسي بعض الحيان المستوى يكون مقلق يعني كرياضيين جنابكم الكريم الجمهور يعني مقلق مباراة القادمة لانتلاح تلعب مع كوريا ومع الأردن ومع عمان الثلاث فرق ومدر منافسين إلك يعني الأول والثان والثاث والرابع كابتن على أرضك يعني أهداف شحيحة يعني عمان فريق قوي وكبير وغلبنا واحد صفر لكن الآن المنتخب الفلسطيني وتلعب على أرضك أنت فارق الأهداف ممكن إحنا نحتاجه في قادم الأيام كابتن سعد استاذ محمد إحنا مشكلتنا بالمنتخب ما عدنا صانع اللعب صانع اللعب مفقود ما موجود أنت حتى البناء بالخلف مفقود يعني أنه إحنا دائما نستعجل ريد نوصل للهدف واريد نسوي الكروس من اليمين أو من اليسار إحنا نشوف شوف أسلوه لون منتخب الكوري مع منتخب الاردني يعني وقت دقائق مبارات نعم 18 إلى 20 مناولة أنه سجله هدف خرجه من الوضع النفسي أنه كان الآن ريتها سجلت الآن أبدي أنه أحتفظ بالكرة ومتى ما ألقي ثغرة أنه أقدر أنفذ منها من الأمام شكرا